هذا الاجتماع مثل متفضل زميلي لأستاذ إبراهيم ضوينا على الشوائب والعيوب بهذا الملف وتحديدا بما يخص كيفية إعداد دفتر الشروط لأن هناك شبهة حول الأمر مفصل تفصيل عملية المناقصة عملية التلزيم وعملية التنفيذ والأهم من هولي كلهم كمان في عنا موضوع السعر هذا العقد بمئة وخمسة وسبعين مليون دولار مش ممضي إلا من مدير عام هيئة السعر اللي كانت هدى سلوم مبلغ بهذا الحجم يطلع أنه في مدير عام بيكون هو من قبل الدولة اللبنانية وطبعا نحن مستندين لرأي الهيئات الرقبية لسيما دوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وبناء على المدولات اللي صارت اليوم عنا مجموعة من الأسئلة نعتقد أنه الإجابات على هذه الأسئلة بتوصلنا مباشرة للغاية أو الهدف اللي نحن ندفله فعلا حنروح بهذا الملف للآخر يمكن اللبنانيين نتيجة أنه ما عاد عندهم ساقة كتير بعمليات الرقابة وغيرها نحن ما في شيء حيوقفنا ألا المهم أنه النافعة عم تشتغل وأجبرت مرة الماضي شركة أنيكرب لو لا الضغط اللي مارسته لجنة الأشغال واستدعاءها على جلسة واثنان وثلاثة وإظهرنا له أنه نحن جماعة بهذا الملف بنا نروح للآخر وحنحملكم كامل المسئولية حنحملكم مسئولية أمام القضاء وأمام الشعب اللبناني بيشهروا بالعمل واليوم عم يشتغلوا كمان اليوم بما يخص اليوم الأسعار عم يطالبوا بسعر أعلى من السعر اللي كانوا يتقاضوا قبل الأزمة بقيمة الدولار مش بقيمة الليرة اللبناني بقيمة الدولار باعتقد بان خلال عمل اللجني وبالتحديدا استدعاء كل من هو معني في هذا الملف وبالتدرج هذا حيكون عامل ضغط أساسي لأنه نحن مش هنقبل أنه يتقاضوا حتى السعر اللي كانوا عم يتقاضوا لأنه فيه خلاف حول هذا السعر هو كان بالأساس يعني سعر عالي مش مطبق ولا ببلد بهذا الدفتر السواء اللي بيكلف 12-13 دولار أنه ليش بدي يكون يتكلف هذا المبلغ ما بنعرف ليش يعني فيه حالة فيه أرباح كتير فيه حشة فبعت قد أنه هذا كمان حيكون عامل ضغط وليش تتقص الحقائق اللي بتوصل لدلائل بين إيديها حسية أكيد هذا ملف نحطه بتصرف لجنة الأشغال أولاً ومن ثم بتصرف الهيئة العامة وهي من تقرر بروح على القضاء بنعمل هيئة التحيق برلمانية اللي هي إلى صلاحيات أوسع حنكفي بكل بكل حنستخدم نروح بكل السبل ونستخدم كل الوسائل لنوصل لشهد الموضوع صار ومين اللي تواطق فيه وشو حجم الأرباح المحصلة فيه اللي هي غير مشروعة وكيفية العمل على استعادة هذه الأموال للدولة اللبنانية مش اللي عم بيطالبوا فيه اليوم شركة إنكريب بعد فيه لهم مبلغ وفقاً لما هو أنصوص عنه بالعقد ونحن مش قيمين بشرعية هذا العقد ومش قيمين إنه هذا سعر حقيقي وعادل ونعيد النظر فيه لم نوعده مثل ما قال أستاذ إبراهيم نوعد الشعب اللبناني هنكمل للآخر يعطيكم اشتركوا في القناة